والنهاردة هنتكلم عن أكتر حاجة بتعصدنا الشخص المستفز اللي ممكن يجي يضرب كلمة كده ويستفزنا هل هو مثلا البارد السلبي اللي انت تبقي على حامي ولا على بارد ومثلا قلبك كده حامي وهو حد بارد لا بيحل ولا بيربط زي ما بيقوله ففي الحالة دي هو ممكن يستفزك أو يستفزك هل هو الست مثلا الملسام مبرد اللي ممكن تقوم رميالك كلمة كده تحرق لك دمك تنططك كده وانت قاعدة وهي يعني ايه قاعدة كده وعارفة ان هي هتعرف تعصبك ازاي هل هو مثلا العصبي أو قليل الأدب أو المهمل مين هو الشخص المستفز في حياتنا وازاي يوصلنا اننا نخرج اسوأ ما فينا يقولك ايه يستفزونك اللي يخرجوا اسوأ ما فيك ثم يقولون هذا انت بصوا بصوا بتتعصب ازاي بصوا بتقول لأدب هزاي بصوا يا حرام وهم اللي هو يعني البداية والشرارة وجر الشكل بيبقى من عندهم احنا عايزين نعرف ازاي نتعامل مع الشخص المستفز شفت عند مروة الصعيدي على صفحتها فيديو عجبني قوي بتقول فيه ازاي تستفز اللي يستفزك فعجبتني قلت لا احنا نعمل حلقة من الموضوع ده مروة الصعيدي اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك ازاي 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 تستفز اللي يستفز هو الواحد بيبقى خلاص تحرق دمه اه والله سهل انك تستفز المستفز كده ترديها له في قلبه كده بالدربة القضية ازاي فطايع عليه استفزاز وبصي اول شخص اللي بيستفزك بيبقى عارف كويس قوي ازاي يعني عارف ازاي بيقوله كده يشعل الغضب جواك او يقول الكلمة توجهك تحراك هو عارف انك مش تعرفي تردي طب انا مش بعرف ارد بس بعرف اعمل حاجة تانية انه لما يجي انت دلوقتي قعدة وخلاص بقيت يعرفة ان الشخص ده مستفز او كلامه بالنسبة لك بقى مستفز فيه كم خطوة بسيطة كده اللي هو لما يجي يتكلم تقوله ايه معلش ما سمعتش ما خدتش بالي كنت بتقول حاجة اللي هو انت ما سمعتش فيعدها تاني فيما يجي يعدها تاني وسيقولك على فكرة انت شخصية مثلا مهملة او بردة تقوله يعني انت قصدك ان انا شخصية مهملة او بردة يعني انت بتكرري عليه كلامه او تطنشي ما هو ممكن يقول اه اه ايه ده بجد انا ما خدتش بالي خالص طب كويس انك قلتلي انا ما تعصبتش انا ردت عليه كلامه او انك طول الوقت انت مش سمعي بس تعملي اي حاجة تانية يعني مثلا انت بتتكلمي معايا وانا عارفة ان انت دخلة بقى في حالة انك تستفزيني ممكن ابص ناحية تانية ابص فوق ابص تحت امسك الموبايل انت كده بتستفزيه هو يعني هو يجي يستفزك ما هو بالضبط كده يصيده يصيده ايوه اللي هو احنا ازاي نستفز المستفز مدام انا ما بعرفش ارد او ما بعرفش ارد بكلام يستفزه او رد يوقفه عند حده فبعمل حاجات كده تلقائية من غير مدام مش عارفة اقول كلام يعني يوصل لقدر الاستفزاز بتاعه او يوصل لنفس المستوى بتاعه فدي الحاجات البسيطة اللي ممكن تتعامل اولا هتحس ان انت ما بقتيش مستفزة قوي كلام مش فارق معاكي قوي وفيه ناس بقى من كتر الاستفزاز اديكي اوامر فاللي يجي اديكي اوامر ده قولي له طيب ابقى بلغ فلان وهو يقولي عشان انا بنسى وان شاء الله لما افضح ابقى اعملها تمام او بقى التجاهل انه هو ايه؟ اه معلش والله ما خدت كنت بتقول حاجة ما خدش بالي فهو يحس انه ايه ده انت ما سمعتيش؟ هل العصبي الشخص العصبي اللي دمه حامي يقدر يعمل اللي انت بتقولي ده؟ انه هو بيبقى يعني من قبل ما يفكر بيبقى عايز يرد على الشخص اللي استفزه ده باي طريقة يعني علشان يعرف يوصل اللي انت بتقولي ده بيبقى صعب بيبقى صعب ومحتاج يدرب نفسه واول حاجة لازم يحطها في عقله يا دعاء ان اللي قدامي ده عارف ان انا عصبي ودمي حامي فهو بيعمل كده عشان اتعصب عليه وياخد هو اللقطة فلو عرف ده وحط ده في دماغه هيعرف كويس قوي يتحكم شوية في عصبيته انا مش هديك اللي انت عايزه انت عايز تعصبني انا مش هتعصب على مزاجك انت انا هتعصب على مزاج انا فيه ناس كتير بتقدر تعمل ده وفيه ناس ما بتستحملش فهو الشخص المستفز بيجيد اشعال فتيل الغضب او احساسك بالزمت فلا انا مش هديك المفتاح ده او هاخد من ايدك الولاعة اللي انت بتولع فيها وبتبقى فرحان لما بتشوفني مستفزة ولا موسيقى 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 موسيقى